كيف استطاع نادي بحجم النادي الأهلي أن يتخطى كل هذه الصعوبات؟ أرقام مهمة جداً 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 هتسمعوها النهاردة إيه اللي حصل السنة دي؟ مش في النادي الأهلي ولكن في العالم كله خلى النادي الأهلي يبقى بالنسبة له هذا العام هو موسم استثنائي حاجات كتيرة جداً جداً مهمة عايزين نتكلم فيها مع حضراتكم لأنه دايماً القادم هو أصعب كلمة كابتن خطيب في آخر حفلة الأهلي استثنائي وقالها ثلاث مرات وأنا كل شوية بقى أكرر هذا الأمر لأنه دايماً وأنا بكلم مع حضراتكم وأقول لكم أن اللي جاي صعب جداً كابتن خطيب كررها ثلاث مرات في الحفلة وقال يا جماعة لكل ولادي من ألعاب في ألعاب الصلاة أو في كرة القدم القادم أصعب لكل إخواتي في أعضاء مجلس الإدارة القادم أصعب لأنه إحنا عملنا كل حاجة تقريباً اللي جاي حيبقى أصعب بكتير كيفية الحفاظ على هذا الشكل كيفية الحفاظ على كمية البطولات اللي خدناها في كرة القدم وفي كل الألعاب عشان كده الزعل السنة دي في خسارتنا لبطولة الدوري السوبر مثلاً وسوبر أفريقيا كبير جداً ولكن هو عام استثنائي بكل المقاييس وعام استثنائي كبير جداً جداً يستحق عليه كل من كان له دور في هذا الأمر بيستحق عليه التحية ولكن مرة تانية اللي جاي دايماً بيكون أصعب لأنه أن أنت تصل للقمة هو ليس سهلاً ولكن الحفاظ عليها هو الأصعب دائماً وانت تفضل على القمة والنادي الأهلي من 1907 وحتى الآن بيحاول أن يحافظ على القمة في كل أورياته في كل الألعاب ليس في كرة القدم بس ولكن في كل الألعاب عشان كده أنا بقول لحضراتكم السنة دي كانت سنة مهمة وصعبة واستثنائية في نفس الوقت على حد عدد البطولات اللي احنا أخدناها في كل الألعاب والإنشاءات اللي حصلت في النادي الأهلي لأن إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية بيتم التفكير في حلقة ليست من جزء واحد ممكن تكون من أكثر من جزء خلال الأيام القادمة عندنا وقت نقدر نتكلم فيه في هذه الأمور كيف استطاع مجلس إدارة النادي الأهلي أن يقود سفينة النادي الأهلي لكل هذه النجاحات الكرة والألعاب الأخرى بنتكلم فيها ولكن الإنشاءات اللي حصلت التجديدات اللي حصلت في كل مقر من مقرات النادي الأهلي كيف استطاع النادي الأهلي في ظل هذه الظروف وبعد خروجنا من الكورونا إزاي قدرنا نفتح مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس بـ 80% من تقط ومبنيه يعني فضل 20% بس على 54 فدان إزاي النادي الأهلي قدر يعمل كل ده عايز أوري حضراتكم إن هناك جهد كبير جدا 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 عشان خطر أعضاء الجمعية العمومية وعشان خطر جمهور النادي الأهلي من خلال إن شاء الله حلقات خلال الأيام القادمة يعني نقول لحضراتكم قد إن فيه ناس بتتعب جامد جدا عندنا مجلس إدارة بيضع استراتيجية من خلال برنامج مجلس الإدارة اللي كانت كابتن خطيب قاله قبل إعادة انتخابه مرة تانية وبيحاول يطبق هذا البرنامج حتى في ظل هذه الصعوبات حتى في ظل هذه الصعوبات عشان كده أنا عايز أروح ونشوف المقرات حصل فيها إيه كانت طول عمر مقرات النادي الأهلي هي مقرات محترمة وكويسة جدا ولكن التطوير الدائم اللي بيخلي مجلس الإدارة ومن خلال إدارة تنفيذية بقيادة دكتور سعد شلبي موجودة تقدر تلبي احتياجات كل أعضاء النادي الأهلي أعضاء الجماعية العمومية وجماهير النادي الأهلي اللي بتبقى فخورة بكل فرع أو بكل مقر بيتم افتتاحه طب إيه اللي حصل في المقر الجزيرة هنوري حضراتكم إن شاء الله إيه اللي حصل في مقر النادي الأهلي في التجمع إيه اللي حصل في مقر النادي الأهلي في مدينة ناصر إيه اللي حصل في مقر النادي الأهلي في الشيخ زايد إيه اللي حصل في السنتين اللي فاته وكشف حساب نتكلم فيه عن كل ما حدث شيء تعرفوا حضراتكم إن حتى في ظل الصعوبات عندنا مجلس إدارة لا ينظر إلا لمصلحة النادي الأهلي فقط وإسم النادي الأهلي فقط بعيدا عن أي شيء آخر